أحبائي الخدمة الخامسة هي صنع الخير قلنا كان يعلم ويكرز ويشفي ويحرر يخرج الأرواح الشريرة الخدمة الخامسة صنع الخير جال يصنع خيراً وبتشوفوا في بداية خدمة يسوع أنقذ عرص من ورطة اجتماعية حول الماء إلى نبيذ والأخت قرأت عن معجزة إشباع الخمسة ألاف هي حدثة في منطقة البحيرة الطبرية مع اليهود لكن المعجزة الثانية إشباع أربعة ألاف كان المسيح في منطقة الأمم ومنشوف لأنه بحب الأمم كمان شفى يعني مكتوب فجاء إليه جمهور كثير معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون وطرحوم عند قدمي يسوع فشفاهم فمجدوا الرب فهذه المعجزات اللي حدثت كمان في منطقة الأمم فإذن بين اليهود وبين الأمم لأنه بحب الجميع لأنه جال يصنع خير كان بيهتم بالنساء بالأطفال حتى دفع الضريبة عن بطرس في المرأة التي أمسكت في زنة المرأة الخاطئة تعرفوا أحباء تعليم يسوع وكمال يسوع رفع البشرية اهتم بالأعمى لما صرخ يا يسوع يا ابن داود رحمني التلميذ حاولوا يعني يمنعوه لكن المسيح بالعكس راح له قال له شو بدك ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال أن أبصر فرد له البصر والبصيرة زكى العشار العشرين منبوذين في المجتمع رفع من قيمته وخلصوا هو وبيته حتى اللص التائب على الصليب اللي ابتدأ في تعيير المسيح غفر له خطياء واعطاه حياة أبدية لاحظ وجود المسيح مع السامريين تكلم عن السامر الصالح تقابل مع المرأة السامرية خلصها وخلص بلدتها لم ينتقم المسيح لم يصنع شر لم يأخذ سبايا لم يسلب لم يأخذ أي شيء لنفسه بالعكس كان مثل قال للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه قال كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم وقال هذه العبارة إذ أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم فإن الخطاء أيضا يفعلون هكذا قال أريد رحمة لا ذبيحة يقول كتاب اصنع الخير للجميع أيضا في تسالونيك الأولى خمسة انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع مش بس بعضكم لبعض وللجميع افعل هذا الخير الرسول بولوس قال لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير إن خدمة يسوع المسيح كلها خير ما كانش فيها أزة ولا ضرب ولا سلب ولا نهب ولا سبايا ولا حرب ولا عنف حتى تلميذ المسيح نشروا الإنجيل بصنع الخير كانوا بركة كانوا بيعتوا من ممتلكاتهم للناس المؤمنين كان يموتوا من أجل يسوع المسيح هذه الخدمات اللي كانت على الأرض ما زال المسيح يمارسها فالمسيح أيضا موجود في السماء يشفع فينا في كل حين فهو الشفيع وسيأتي يوما ما ليدين الأحياء والأموات وكل إنسان سوف يقف أمام يسوع المسيح الديان فهذا القرار قرارك أنت لما بتسمع صوته اقبله وخليه يكون ربك وسيدك ومخلصك على فكرة بحب أسمع منك الرب يباركك إلى اللقاء اشتركوا في القناة